قبل ما نتكلم لازم نسأل هو الزمالك عايز ايه؟ الاول الزمالك عايز ايه؟ الزمالك باعتباره من احد الاندية الكبرى في الوطن العربي وافريقيا عاوز بطولات ده اللي عايزه اذا الزمالك عايز ايه؟ عايز بطولات حلو هل الزمالك موقفه الحالي في البطولات المشارك فيها فقد امل في احدهما ولا فيهم؟ ما نيجي مع بعض كاس مصر اساسا ما تلعبش ادي واحد ثم في كاس مصر اساسا لسه عاوز يتلعب الكاس التاية اللي مستشان مرتنسو قال مش هلعب الجديد قال لما شوف القديم اخباره ايه؟ ويتلعب القديم حاجة محترمة صحيح والقديم ده ما يتلعبش ليه؟ لا لازم يتلعب انت مش ضامن تفوز ولا ابيه كزمالك لكن ده حقك انك انت تفوز وتحاول ايه المهم؟ عندنا كاس مصر دي بطولة الدوري المصري دي بطولة ودوري ابطال افريق دي بطولة تلت بطولات فيهم بطولة اللي قصدنا في اللحظة دي هي بطولة دوري ابطال افريق ما هو موقف نادي الزمالك؟ موقف سيء لكن مش لكنه مش خارج المنافسة الزمالك في مارس الثلاثين يوم اللي جايين دول في مارس عنده ايه؟ هيلعب مع مين؟ هيلعب يوم الاربع مع فيوتشار في الدوري المصري وبعدين يوم سبعة مع الجونة وبعدين يوم حداشر مع الوداد هنا بقى جينا المربط الفرس ثم يوم تمنتاشر او تساعتاشر مارس مع بيترو اتليتكو في انجولا ثم نستريح لغاية مبارتين المنتخب المصري ما يخلصوا ونرجع يوم اثنين ابريل هنا في مصر وصد سجران شهر الشهر ده مصيري يبدأ في انه الزمالك ما يخسرش فيه للأسف الزمالك خسر فبراير كله كل مباراة فبراير الزمالك خسرها لازم اللعيبة تستفيق ومعاهم الكابتن وسامة النبي وكابتن عام مصود وكابتن ايمان طهر يعيدوهم تاني وفوقوهم عشان مارس ده بقى نفوز في كل المباراة فيه بابتداء من فيوتشر ابتداء من فيوتشر ليه؟ لان الفوز في كل المباراة في مارس يخلي مهمتك الثقيلة يا كابتن اسامة تبقى سهلة وبسيطة ازاي؟ اما تفوز على فيوتشر وتفوز على الجولة فانت الان في قلب المنافسة مستمر في المنافسة على لقب الدوري مش المنافسة ناسف في الحفاظ على لقب الدوري اللي انت ككابتن اسامة نبي كنت احد العضاء المشاركين في الحصول عليه بالاضافة لللعيبة اللي مع حضرتك اذا الزمالك لو ان شاء الله ما يفوز على الجولة وفيوتشر معنى انه ما زال في قلب الاحتفاظ باللقب للعام التاني طيب ايه كمان افريقيا اما تفوز في التلات مباريات افريقيا فانت صعدت مباشرة الى دوري التمانية كائنا ما كان نتائج الاخرين وكائنا ما كان ترتيبك ايه ممكن تبقى اول ممكن تبقى تاني لكن الفوز في التلات مباريات معناه حاجة واحدة بس الصعود وده اللي اكيد اللي اكيد كلنا عايزينه جمهور الزمالك يعمل ايه حيئة ان جمهور الزمالك يعمل اللي يشوفه صح وايه اللي شافه صح انه اكيد هيدعم اللعيبة ويدعم النادي لان هو ده طول الوقت ما يفعله جمهور الزمالك تدعيم النادي وتدعيم لعيبة النادي ايا كان اسم اللاعب اللي موجود تدعيمه والوقوف جنبه بس الاول ايه ادينا حاجة اظهر حاجة كلاعب ادي اداء حلو فوز هتلاقي كل اللي غضبانين منك نسي الغضب في لمح البصر في لمح البصر عندك تغمض وتفتح كده تلاقي جمهور الزمالك نسي الغضب بفوز يعني يوم الاربع ساعة عشر بالليل بعد انتهاء المباراة ان شاء الله زيكي بفايز وعمل اداء محترم جمهور الزمالك هينسى كل اللي فات ويبدأ يحلم ايه اه الجونة بعد الجونة نبقى جاهزين للوداد ونفوز على الوداد ونطلع على بيترو نفوز عليهم قبل كده هناك نفوز عليهم تاني ونفوز على سجرات هنا يبقى نصعد ونبقى نوري افريقيا مين هي الزمالك او مين هو الزمالك في دور التماني ده جمهور الزمالك ده جمهور الزمالك اي نتائج اخرى اي نتائج اخرى سلبية في مباراة مارس فيكاد يكون موسم انتهى فالنتائج السلبية في افريقيا معناها خرقت من دورين بجموعات وبالتالي موسمك انتهى النتائج السلبية في المباراتين بتقع في هوتشار والجونة معناها انك تبتعد عن الصدارة ودي مشكلة تانية يعني ضغوط اكتر يعني توطر يعني غضب ليه لان ابريل مش هنلاحق المبارات متتالية في شهر رمضان الكريم ان شاء الله لو هيبدأ في اتنين ابريل من اتنين ابريل وانت طالع بقى لغاية اتنين مايو مباريات كل تلات ايام كل تلات ايام ايبا بالتالي شهر مارس ده لازم نبني عليه ونحط قواعد نقف عليها لنهاية الموسم القاعدة الافريقية الفوز في التلات مباريات نصعد دوري التمانية ووقتها امور كتيرة جدا 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 هتتغير الفوز على فيوتشار والجونة معناها انك في قلب المنافسة تجي ابريل وانت طول وقت الروحك مرتفعة والمعنويات مرتفعة صعود افريقيا استمرار في المنافسة تلعب المبارات اللي تحت الضغط وانت مرتاح صحيح ضغط جسدي لكن زهني انت صافي الزهن بتشتغل وبتكتهد هو جمهور الزمالك عايز ايه من لعيمة الزمالك براش عايز ايه من الكابتن اسامة نبيه انه يكتهد ويؤدي ماه عليه وان اللعبة تكتهد وتؤدي ماه عليها النتيجة في علم الله في علم الغيب مش بتاعتنا لكن مجهودك بتاعتك بتاعك انت واكتهادك بتاعك انت عشان ربنا يعني يكافأك ويبقى عندك طموح انك تعمل حاجة الحقيقة انا تقريبا بقى لي شهر بحكي الحكاية دي وزهقت كان على الطموح والاداء الطموح والاداء لعيمة الزمالك مش محتاجين اعلمهم يوقفوا ازاي او يستلموا الكرة ازاي او يرفعوا الكرة ازاي عب اني حقول كده لكن لعيمة الزمالك وده من حقنا نقول كده محتاجيني بعندهم روح واسرار وجهد في الفوز والرغبة في الفوز وبعدين اربع مباريات يا لعيمة نادي الزمالك بلا فوز ما يجب ان يتكرر هذا الامر ويجب يبقى فيه عندكو كده مش بالنحرارة كده عندكو كده رغبة شديدة وحماس ان انتو تعيدوا تبعدوا المشهد الزهني السلبي ده عن دماغ الناس وعن دماغ كنتو راخرين المثل بيقول او الحكمة الرياضية بتقول ان الفوز بيجيب فوز والخسارة بيجيب خسارة فابدقوا بالفوز بقى ابدقوا من اول مارس شهر جديد يكون شهر سعيد ان شاء الله